مبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عمل اجتماع مع شركة تاسنكوبا الألمانية الصناعية عبر تقنية فيديو كونفرنس واستعرض وفد الشركة مقترح تجاري لتصدير الهايدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء من مصر إلى ألمانيا وده من خلال بدء بإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء في مصر وقاكد مدبولي اهتمام الحكومة المصرية بكافة مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ووفق على استكمال إجراءات توقيع مذكر التفاهم مع الشركة الألمانية عشان يبدأوا في تنفيذ مشروع انتاج الهايدروجين الأخضر مرة تانية خلينا ناخد بالنا من كلمة لتصدير الهايدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء من مصر إلى ألمانيا طبعا الهايدروجين الأخضر هو وقود المستقبل نظرا طبعا لإسهاماته في أنه بيقلل انبعثات الكربون طبعا لنجم عن الوقود العادي أعتقد أن مصر تتجه بقوة يا شازلي تستخدم الطاقة نظيفة طبعا بكل تأكيد طيب من ضمن أخبارنا كمان لحصرة مبارح دكتور مصطفى مدبولي عمل اجتماع عشان يتابع الموقف التنفيذي لأعمال التطوير اللي بتتم في منطقة وسط البلد قال إن الحكومة بتشتغل على تطوير عدد من الميادين والمناطق التراثية المختلفة زي مدان الأوبرا والجراج وحديقة الأسبكية وفندو كونتيننتل عشان المناطق دي تستعيد مرة تانية رونقها تاريخي كلف رئيس الوزراء المسؤولين بصورة إخلاء حديقة الأسبكية عشان تبدأ أعمال التطوير بالفعل من أول شهر يونيو اللي جاي ده غير طبعا تطوير وجهة جراج الأوبرا والمبنى الإداري لمحافظة القاهرة نسب كاملين مع دكتور مصطفى مدبولي واللي عمل اجتماعيين مباري يحتابع فيهم الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير اللي بتتم في الغردقة وشارم الشيخ وأكد دكتور مصطفى مدبولي على أن تكليفات من السيد الرئيس بأعمال التطوير في المدينتين استعدادا لعودة السياحة وقال إنه هيتم العمل فورا في المشروعات العجلة اللي هتساهم في تغيير وجه مدينة الغردقة ده غير رفع كفاءة مدينة شرم الشيخ عشان تكون على أتم الاستعداد لاستقبال عودة السياحين والحفاظ على مكانتها على خريطة السياحة العالمية طيب في جدول امتحانات لسنة تالتة سنوي منشورة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي لكنه في الحقيقة جدول مزور جدول مش حقيقي اللي قال كده طبعا كان المركز الألامي لمجلس الوزراء اللي نقل عن وزارة التعليم تأكدها بأن الجدول المنشورة على وسائل التواصل غير صحيح ولم يصدر عن الوزارة وإنه هيتم الإعلان عن الجدول الحقيقي بمجرد اعتماده بشكل رسم طيب التحركات المصرية في محطها الإقليمي خلينا نشوف كده الصحافة العالمية بتقول إيه عن مصر حقيقة أنه خلينا نقول إنه الاتصالات اللي بتقوم بيها مصر في مختلف القضايا في المنطقة بتعكس دور مصر القوي والفاعل على الأرض في المنطقة وده اللي أكدته فينانشل تايمز البريطانية اللي قالت أن مصر عززت دورها كأقوى وسيط في الشرق الأوسط بعد نجحها في التفاوض على إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وده اللي دعم علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وقالت أن رئيس الأمريكي بايدن احتاج أنه يجري أول مكالمة هاتفية مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان يدعم جهود وقف الحرب في غزة وقالت كمن الصحيفة أنه يتوجب على الإدارة الأمريكية أنها تحافظ على علاقتها بالقاهرة باعتبارها شريك مهم للولايات المتحدة